لم يكن وضع الحوثيين القابل لعدم الاعتراض على تحركات الخارجية الأمريكية أمرا جديدا وليس مستغربا بالنسبة لأغلبية اليمنيين المدركين لاستعداد الحركة الحوثية وإن للتحالث مع الشيطان بغية تحقيق أطماعها في الحكم والسيطرة والهيمنة على اليمنيين تصريحات عبد الملك العجري عضو المكتب السياسي للحركة الحوثية بالأمس عن لقاء جمع ممثلين عن الجماعة مع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي كوسيط في العاصمة العمانية مسقط أثارت استفسارات تثير الشفقة حول مشاعر أهالي القتلى ممن دفع بهم الحوثيون للقتال تحت كذبة مواجهة أمريكا لكنهم تفاجأوا اليوم باعتراف صريح من المجلس السياسي للحركة الحوثية على لسان العجري أحد أبرز أعضائه بدور الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزير خارجيتها كوسيط وراع للاتفاق وليس كعدو أو كطرف مثل ما تسوق ذلك خطابات عبد الملك الحوثي المستهلكة وكما تكرس آلة الإعلام الحوثية وأدبيات الجماعة من باب الاستهلاك الدعائي متأثرة في ذلك بأسالي بالدعاية الإيرانية التي تعتبر أمريكا الشيطان الأكبر في وسائل إعلامها وفي ذات الوقت وقع اتفاقات معها كما تلعب في الواقع دور شرطي أمريكا في المنطقة تحت زيف شعارات الموت لأمريكا دفعت الحركة الحوثية بكتل المخدوعين إلى المحرقة وقتل الآلاف منهم في تعز ومأرب والبيضاء والضالع وقبل ذلك في لحج وعدن وشبوى والجوف وهم يعتقدون أنهم يقاتلون أمريكا وفي الوقت ذاته تجلس قيادات الحوثي مستبشرة في حضرة جون كيري لساعات طويلة في العاصمة العمانية مسقط تتوسله الضغط على الشرعية والتحالف العربي لإيقاف العمليات العسكرية الرامية لإنهاء الانقلاب ومن ثم تخرج تلك القيادات بتصريحات تنقل أملها في تفاعل كيري وجهد الساعية للسلام وتنسى أنها ذاتها من دفعت المخدوعين للقتال في تعز وغيرها من المدن اليمنية تحت خديعة مواجهة أمريكا ترجمة نانسي قنقر